بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف نستفيد إيجابيا من زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين في كربلاء التي تتكرر كل عام ويشارك فيها ملايين الزوار كما أعلن سدنة العتبتين الحسينية والعباثية بأن عدد الزوار في العام الماضي بلغ 17 مليون شخص وطبعا كل هؤلاء أو معظم هؤلاء هم من العراق من الجنوب إلى الشمال وربما يشارك حوالي مليون واحد من الخارج هذه الزيارة التي تتكرر كل عام تسير عدد من الأسئلة والانتقادات هناك من يدعو إليها بصورة قوية ويقول هذا شيء مقدس ديني ومفيد لوضع العراق السياسي والأمني حتى ويحرك الاقتصاد العراقي أيضا وهناك من ينتقد هذه الزيارة من أدة جوانب من ناحية شرعيتها الدينية يقول أنه لا يوجد نص على هذه الزيارة من الإسلام يعني لا بالقرآن ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نص عليها وأيضا هناك من ينتقد هذه الزيارة المليونية يقول بأن هذه الزيارة المليونية تعطي الأعمال للناس لمدة أسبوع أو أسبوعين لأن من بداية شهر صفر يبدأ بعض الناس بالمسير من البصرة من الفاو من جنوب العراق وهكذا يلتحق بهم الناس في كل مدينة حتى تكون مظاهرة يعني مليونية كبيرة وأيضا هناك من يقول بأنها تضر أمنيا وسياسيا لأنها تشتت جهود قوات الأمن على الأقل 100 ألف جندي وشرطي بالمخابرات يجب أن يحفظوا هذه المسيرة المليونية وهذا ما يعطل عملهم تجاه الدواعش وتجاه الإرهابيين والمجرمين واللصوص وسياسيا أيضا يقول هذه مظاهرة شيعية من أجل إثبات الوجود الشيعي في مقابل المكونات الأخرى على الحال دائما كل سنة هناك جدل حول هذه الزيارة وهناك أيضا دعوات أن هذه الظاهرة موجودة سواء قبلنا بها أو لم نقبل بها ظاهرة موجودة وتتكرر كل عام إذا كنا حتى لو كنا نحن ضدها سلبي موقفنا سلبي منها فماذا يمكن أن نستفيد منها إيجابيا العتبة المقدس العتبة الحسينية تقوم مثلا بإرسال مرشدين ومبلغين بالمئات لتعليم الناس الزائرين الذين يحطونا الرحال في الحسينيات الممتدة من البصرة إلى كربلا ومن ساعر المدن إلى كربلا تعليمهم الدين تثقيفهم توعيتهم فهي مناسبة أن تستغل من علماء الدين لتوعية كثير من الناس الذين قد لا يعرفون حتى الصلاة بصورة جيدة وكاملة وأيضا هناك من اقترح بأن يتم مثلا استغلال هذه الزيارة لجمع تبرعات لسد عجز المستشفيات التي تعاني من عجز كبير في العراق وخاصة المستشفى السرطان سرطان الأطفال في البصرة مثلا والمستشفيات الأخرى أو بناء مدارس مدارس قد نقص حوالي أقل شيء 3000 مدرسة نحن نحتاج أن نبني مدارس وميزانية ما متوفرة لأن الميزانية تصرف على الدفاع وعلى الحرب وأيضا بناء مثلا يعني قضاء حوائج الأيتام والمساكين والفقراء والأرامل وهذا أيضا في نقص الرعاية الاجتماعية لا تستطيع أن تفي بمتطلبات هؤلاء إلى كثير من المشاريع الثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تتحقق من خلال هذه الزيارة لو كثفنا الدعوات وقمنا بجمع تبرعات من هؤلاء الناس الذين الزائرون هؤلاء الزوار يعني لا ينفقون على أنفسهم هم يمشون والطعام توفر في الطريق الحسينيات والعشائر خصوصا العراقية تقوم بتوفير الطعام وتتوسل لهم يعني تطبخ كثيرا من الطعام وتتوسل بالزائرين الذين يكونون قد أكلوا قبل قليل مثلا في محطة سابقة أنه يجب أن تنزلوا وتأكلوا أدنى وتشربوا قهوة وترتاحون فهؤلاء الزائرون إذن لا ينفقون على أنفسهم كثيرا فخلي يعطوهم ونفقاتهم للمشاريع الخيرية المختلفة أو أن هؤلاء الذين العشائر والمواكب التي تجمع التبرعات ومن عشائرها وتقوم بهذه الخدمات هم يختصروا بعض الشيء يوفروا بعض الأموال التي ينفقونها على الزائرين وهم ليسوا بحاجة كثيرة يعني إلى حد التخمة إلى حد الشبع وبعض كثير من الأكل يمكن يلقى لا أحد يأكله فإذن هذه المواكب أيضا تتوجه في تصرفاتها في صرف الأموال يعني في سبيل الله ويروح الثواب إلى الإمام الحسين أو الثواب هذا بإسم الإمام الحسين فهذا أيضا يعني هذه أيضا فكرة مطروحة استغلال هذه الظاهرة هذه المناسبة العظيمة المليونية السنوية في إصلاح النواقص وسد النواقص هنا وهناك وبالتالي العراق رح يعني يعني يشفى كثيرا أو هناك أيضا اقتراح بالقيام كل فرد من هؤلاء الزوار 17 مليون ليس 17 مليون 10 ملايين ليس 10 ملايين ليس 10 ملايين خلي مليون واحد من عندهم يزرعون أشجارا ونخيلا في الطريق وبالتالي كل سنة رح مليون شجرة مليون نخلة تزداد في العراق وبالتالي تغير الجو وتغير الطبيعة وترفض الاقتصاد الوطني ومقلع ذلك أفكار كثيرة كثيرا